بيتسو موسماني قرر عودة الخماسي محمد هاني علي معلول ومحمد عبد المنام وإحمد عبد الآدر وعمر السلية لتشكيل الأهل الأساسي في مواجهة سانداونز معلول محمد عبد المنام كانوا خدوا راحة سلبية من مباراة مصر مقص بسعب الإجاد والسلية وعبد الآدر وهاني كانوا موجودين على مقاعد البدراء ماشي موكويني مدرب سانداونز الجنوب أفريقي قال إنه في لغة مشتركة بينه بين الأهلي وفي احترام بين الطرفين كمان قال إنه بيلعب هذه المباراة وهو عارف إنه هيبقى في تجهيزات محترمة في استاد برج العرب قال إنهما تمكنوا من الحصول على مستوى راقي من أدوات التدريب وده الأمر اللي بيساعد كتير في الاستعداد ليس فقط في مباراة الدولة لكن أيضا هيساعدوا في استكمال الموسم وقال إنه إحنا وجدنا في استاد برج العرب أدوات تدريب سبكة واستخدمها نادي أتلتكو مدريد ونقدر نستخدمها أو نستخدم هذه الأدوات في الوقت الحالي في التدريب والتعافي بشكل أفضل جدا قال كمان إن مهمة الفريق قدام الأهلي مش هتكون سهلة على الإطلاق وقال إنه إحنا عارفين أن الأهلي بيستخدم نفس اللغة والمباراة لن تكون بكلم لغة قروية يعني مش هتكون سهلة علينا أيضا وقال كمان إنه شايف مباراة الأهلي والمقصة والتشكيل كان قوي للغاية ده مش تشكيل كامل مش تشكيل أساسي وهو عارف ده قال إن خط الدفاع ياسر إبراهيم بس هو اللي فيه كان بيشارك باستمرار وعرفت إن أكرم توفيق مصاب ومش هيبقى موجود في التشكيلة وقال إنه أيضا محمد هاني مدافع جيد من وجهة ناصره وتكلم كمان على أيمن أشرف وإنه بيقدر يلعب في مركز المدافع الأيسر وقلب الدفاع الأيسر تكلم على الأهلي بشكل تفصيلي يعني بشكل تفصيلي وقال إن الفريق عمل ده أكتر من مرة بيتكلم على أيمن أشرف إنه شاف أيمن أشرف بيلعب على الشمال وبيلعب كسنتر باك وقال كمان إن الأهلي في كاس عمل أن ده كان قوي جدا وقدام بالميرس لعب بسلاسة لعبين في الخلف وقال إنه بيتعامل بطريقة جدية في خط الدفاع طيب جيت الصراحات مدرب ساندونز الجنوب أفريكي قبل مواجهة النادي الأهلي